تواصل السلطات الاندونسية عمليات اجلاء عشرات الالاف من السكان في جزيرة بالي تأهبا لانفجار بركان جبل اغونغ وفر عشرات الالاف من السكان من منازلهم في محيط الجبل حيث اعلنت السلطات حالة التأهب القسوى وحذرت من انفجار البركان في اي لحظة يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وكلة البراكين الاندونسية ان نشاط البركان ما زال كثيفا لفتا الى ان رماد البركان يرتفع الى مسافة ثلاثة او اربعة كيلو مترات فوق الفوها